الحديث أكثر عن هذا الموضوع نضم إلي أبو بكر إبراهيم وأجلو مراسل قناة 24 نيوز يعني بالبداية ضعني بأبرز ما جاء بين الحديث في هذا الاتصال بين الوزيرين نعم وسام أبرز ما جاء في هذا الحديث هو التهنئة التي جاءت من بلينكين النظير التركي هاكان فيدان رجل الذي خرج من رئاسة الاستخبارات إلى وزارة الخارجية تحدث عن قضايا إقليمية وأيضا أشار إلى وعود الأمريكية باللوفاء بالالتزاماتها نحو تسليم تركيا طائرات الف-16 وتحديث أسطول تركيا من هذه الطائرات هذه الصفقة التي توقفت لسنوات بسبب مواقف أنقرة الخاصة بالتعاون العسكري مع الجانب الروسي نقش أيضا من خلال المحادثات مصار التطبيع بين تركيا وأرمينيا وهذه المشكلة التي وقع فيها تركيا بسبب علاقتها بأزربيجان وأيضا المشاكل التركية الأرمينية هذه الملفات الهمة التي نقشها الجانبان لكن أيضا نجد أن أمريكا تحرص على علاقتها بتركيا فيما يخص الملف الأوكراني الروسي ووجود تركيا كوسيط لحل هذه المشاكل العليقة حتى الآن ومنها ما أعربت عنه تركيا قبل يومين من دخولها وساطة للتعرف على من قام بضرب أو استهداف سد دينيبرو في أوكرانيا فكل هذه الملفات وسام تدل على استمرار التعاون الأمريكي التركي وأيضا لا تريد أمريكا أن تكون تركيا فريسة للدب الروسي وبالتالي تحاول بقدر الإمكان أن تأخذ أمريكا تأخذ تركيا إلى الحضن الغربي مع مزيد من التسهيلات في الفترة القادمة ولكن في حديثك عن تدخل أمريكا في الآوينة الأخيرة هذا لم نشهده في حكومة أردوغان قبل الانتخابات اليوم نرى تغير في سياسة أردوغان وكل خاصة مع الغرب والولايات المتحدة نعم لو تحدثنا عن الفترة القادمة سوف تكون في الصراع للروسي الأوكراني فترة حدة لعندما يتم استهداف البناء التحتية واستهداف المدن بشكل مباشر فنحن نعلم أن هناك نوع من الدخول في الحرب الشديدة الخسائر وبالتالي وصلت القارة الأوروبية ومعها الحليف الأمريكي إلى آخر الحدود فيما يخص التواصل مع روسيا وبالتالي سوف تكون أو من المخطط أن تكون الدول التي تتعاون مع روسيا بأي حال من الأحوال في محط الغضب الغربي وأقصد هنا غربي الاتحاد الأوروبي والأمريكا وبالتالي في هذه الفترة لا تريد أمريكا أن تكون تركيا في هذا الصف وبالتالي تريد أن يعني تعجل بدخولها إلى الحضن الغرب ونرى السياسات التركية من هنا أيضا أخذها في الدخول إلى الغرب قليلا حيث أنك الإجدار أغلو كان المنافسة أردوغان قال أنه سوف يذهب إلى الغرب ويترك روسيا قليلا ربما استوى أردوغان الدرس وأراد أن يذهب إلى الغرب بنفسه دون أي وصحة شكرا لك على كل هذه المعلومات